إلى منعرج محفوف بالمخاطر وصلت علاقات روسيا مع الغرب بسبب تهديدها بحرب مفتوحة مع أوكرانيا وقمع متظاهرين في كازاخستان فهل يلقي ذلك بظلاله على سير محادثات فيينا؟ لفهم ما تريده روسيا ينبغي إلقاء نظرة على مقاربتها لبرنامج إيران النووي ومساعيها الدبلوماسية ففي العادة تفضل موسكو أن لا تمتلك تهران أسلحة نووية ولكن هذا لا يعني أنها تشارك الغرب أهدافه إلى وقت غير بعيد أيد لكراملين عقوبات فرضت على إيران وعمل في الوقت ذاته على تخفيفها زاعما أن مخاوف الغرب مبالغ فيها وهذا ما جعل روسيا تنتزع تنازلات من الغرب وبالفعل مع طباط المفاوضات خلص محللون إلى نتيجة مفادها أن روسيا قادرة على التعايش مع دولة إيرانية نووية إذا لزم الأمر لكن ذلك لا يبدو ممكنا إذا صارت إيران موالية للغرب وهنا لابد من الاستشهاد بما قاله وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ضريف في تسريب صوتي إنه ليس من مصلحة موسكو أن تطبع إيران علاقاتها مع الغرب لا شك أن النظر إلى قرارات موسكو على أنها معاذية للغرب تبدو منسجمة مع تصرفاتها مع إيران فموسكو هي من وضع محطة بوشهر للتاقة النووية تحت سيطرة طهران إذ أشرفت شركة روسية مملكة للدولة على بنائها وتشغيلها أي أن يكن فموسكو دائما ما تضع مصالحها كأولوية فحين وقعت مع واشنطن ودول أخرى اتفاقية النووية المؤقتة مع إيران بعدها بوقت قصير ضمت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني ودعمت انفصاليين في شرق أوكرانيا توازيا مع ذلك رفعت روسيا علاقاتها مع إيران إلى مستويات غير مسبوقة من خلال الحرب في سوريا وصفقة بيعها صواريخ S-300 إلى إيران وبالتالي فموسكو تعمل ضد أهداف واشنطن بالرغم من مشاركتها في مساعي ديبلوماسية قادتها أمريكا كدليل آخر فعندما عارض الكريملين تغييرات الاتفاق النووي كان يشير بلا شك جزئيا إلى فكرة إدراج حظر أسلحة دائم ضد إيران في المقابل أفشلت روسيا إصدار قرار بالحظر عبر استخدام حق الفيتو وأحد التفسيرات المحتملة لذلك هو أن روسيا تبحث عن مصلحتها أينما كانت كما تفعل الآن إذ تلوح بورقة مفاوضات فيينا بتلميحها مرارا بأنها ستساعد طهران أكثر إذا لم تتساهل معها واشنطن بشأن أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر